شيخنا سيف الدين الكوكي كما كل أسبوع من ورنا في البلاتو شيخنا سباح الأنوار وجمعة مباركة سباح الأنوار خويل غالي جمعة مباركة إن شاء الله ربي يتقبل مننا صالح الأعمال ويستخدمني وإياك لما يحب ويرضى الله هم أمين أمين ربي يتقبل مننا ومنك ومن الجميع إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع شيخ سيف الدين الكوكي إحنا غيرنا شوية الموضوع بالنظر للحادثة اللي سارت والحادثة تهمنات وين ستهم الأمة تهم الناس اللي كل وصلنا الحالة من الأحبات قبيلة كي نحكي في البلاتو قلت كما اليوم سارت مجزرة المعمدانية الشهيرة والنقطة الصحفية والمؤتمر الصحفي أمام أشلاء الزحايا والشهداء في غزة في فلسطين بنفس التاريخ تفقد المقاومة والأمة العربية الإسلامية واحد من قادة المقاومة على الأرض في فلسطين في غزة يحيى السنوار العبادة وجعت بعض الحسن ناصر الله بعض يحيى السنوار ناس رموز مقاومة حتى لو كان يصير اليوم ساعات اختلافات سياسية لا تعنينا وحتى عقائدية لا تعنينا هذه الناس رفعت السلاح في وجه العدو في وجه الكيان السهيوني وفاة يحيى السنوار مست برشة العباد شفنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الناس ممكن حتى إحنا من غير اللي نحسوا يسيبنا القليل من الإحباط متعطشين للحظات ناصر متعطشين للحظات وشوفوا قادة الكيان تبيد مش قادتنا احنا متعلى مقاومة قناعتنا انهم شهداء عند رب العالمين ولكن ساعات النفسية تضعف نعم مش نجمو قولوا لروحنا الشيخ بشق قوي وروحنا اي نعم سيد اخويا بارك الله فيك وبداية اريد ان انوه على النقطة اللي قلتها قلت غيرنا الموضوع وهذا منهج نبوي وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما وابدا وتعلمنا منه ومن ساداتنا العلماء انه من الخطأ ان يكون الخطاب الديني في واد وواقع المسلمين من الخطأ ان يكون الخطاب الديني في واد وواقع المسلمين باهتماماتهم ومشاغلهم وقضاياهم في واد اخر فبالتالي وجب علينا دائما وابدا ان نهتم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقضايا الأمة في كل نواحيها بربي باش نعقب نصلح كلمة نقولتها سمحني يا شيخ مستمع أم نورت قل يا راف ما تقولش حادثة قول حدث جلل حدث جلل ونصلح لكلمة لكن كلمة حادثة لا توصف مسار للبارحة نعم لكل من نزل يسترها الكريم إن شاء الله بإذن الله أنا نقول اسمه يحيا وهو يحيا بإذن الله تعالى في جنة الفردوس الأعلى نحسبه عند الله عز وجل شهيد تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأولى أن نخشى على أنفسنا في أي وضعية يمكن أن نموت فيها في أي حال يمكن أن نقابل الله عز وجل فهذا وغيره مات نحسبه عند الله عز وجل شهيد بعد هذه الحادثة وخاصة ما حدث في الفترة الأخيرة من اغتيال واستشهاد العديد نحسبهم عند الله تعالى من الشهداء يعني أصابت الأمة أو أصابت خاصة من نشوف في وسائل تواصل اجتماعي شيء من القنوط وشيء من اليأس وشيء من الضعف وشيء من الهوان وشيء من الذل فبالتالي وجب علينا أن نكون سببا في شحن الأمة وشحن همامها وشحن أنفسنا نحكي على أنفسنا بالتالي نحن أول من يتلقى هذا الكلام ونقوله ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والله قبل ما ندخل نادية سألتني قتلي كانت متأثرة يعني بما حدث البارحة قالت يا أخي بشتوف الدنيا على الظلم هذا يعني سؤال يطرح وسؤال قوي برشة فعلا سؤال مركزي يعني بشتوف الدنيا على الظلم هذا لا ربي سبحانه وتعالى قال صراحة في كتابه العزيز ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فبالتالي ربي سبحانه وتعالى يعلم هذا الظلم ويعلم ولله سبحانه وتعالى فيه حكم لعل الله عز وجل يعني يجعل من هذه الحوادث فرص حتى تقوم وتعود الأمة التي ذلت والتي أهينت واستبيحت وتراجعت إلى الوراء بعد أن كانت الأمة تقود الأمم كما قال النبي وسوف نرى الحديث النبوي الشريف الذي يوصف الواقع وصفا دقيقا ولكن خليني بداية نشحن الهمم ونحاول أن نهز المرال رواحنا في هذا الذل وهذا الهوان الذي نعيشه أقول أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز وما محمد إلا رسول وما محمد الأمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم مش فلان وفلان وفلان على مكانتهم في الواقع الحالي ولكن رسول الله وهو رسول الله الذي قرن الله تعالى اسمه باسمه كما في الشهادتين والأذان حتى وإن مات أو قتل أو استشهد يعني على الأمة أن تثبت وحال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقول حال استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم أصابت الأمة ما أصابها وأصاب الصحابة ما أصابهم من ضعف وهوان حتى منهم من قرر أن يرتد على الإسلام فخرج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخرج عليهم عمر بن الخطاب وقال من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه بسيفي خرج الصديق ليثبت الأمة والأمة الآن تحتاج إلى من يثبتها ببعض الكلمات وببعض آيات الله سبحانه وتعالى ولا نجد ما يثبت الأمة اليوم إلا كلام الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين أعظم ما جاء في هذه الآية المباركة كلمة فلن يضر الله شيئا رهو العلاقة بينك وبين الله لا يمكن أن ترتبط بحوادث وبأشخاص على أهميتهم في الأمة في هذا الزمان رهو رب سبحانه وتعالى وجب علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه جل وعلا ولكن عادي سمحني شيخ أنه يتزعزع شوية يقينة عادي أني بني بنروح من يشفش نافقه خاطر بشي قول متى نصر الله بعدك ترجع لكتاب رب العالمين تلقى مش أحنا بارك تلقى حتى الرسل حتى إذا استيقس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى الرسل مروا بلحظات شك الرسل اللي يوحى إليهم من سبع سماوات الرسل اللي فيهم من خاطب رب العالمين الرسل اللي فيهم من خاطب جبريل معناها السماء مفتوحة أمامهم لغتنا نحن ورغم هذا مروا بلحظات بين ذفريننا وكأن الشك في وقت الانتصار في وقت النصر هما رسل أي نعم ولكن هما بشر بداية والطبيعة البشرية عادة تعيش لحظات من الضعف لا أقول من الشك ولكن من الضعف لأن الإنسان لما تصلت عليه الابتلاءات وتصب عليه صب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حالة من الضعف يحتاج فيها إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى وهذا هو دأمنا وهذا هو الهدف من هذا اللقاء نريد أن نخاطب أولئك الذين أصابهم الشك أريد أن نخاطب أولئك الذين أصابهم الضعف والهوان والذل والانكسار أقول كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل فالكلمة المفتاح في هذه الآية وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْأُمَّ وَاللَّادَ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالى وَأَنُّ إِرْجَالَ مَزَالَتْ سَتُولَدْ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ قَدْ وَعَدَ بِالنَّصْرِ الْمُحَقَّقِ قُلْ لِي وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَ بِالنَّصْرِ الْمُحَقَّقِ أي نعم الآية كانت واضحة وصريحة وتحديدا في سورة النور حين قال الله جل وعده وعلى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحة لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لا يستخلفنهم في الأرض الله عز وجل وعده أن الاستخلاف وكلمة الاستخلاف هنا القيادة والريادة والسيادة التمكين ستكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طال الأمد أو قصرة ولكن بعد هذا أو بعد رفع المعنويات وجب علينا أن نضع الإصبة على الداء لماذا هذا الضعف مهم جدا لماذا هذا الانكسار لماذا نرى أن فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي في الجبهة والفئة الأخرى يعني ولا عن بالها قبل ما نشوفوا لماذا هذا الانكسار وعليش الأمة متفرقة وعليش الأمة جزء منها يكتفي بالمشاهدة ولنستثني أنفسنا طبعا الكلام اللي في كتاب رب العالمين في علاقة ديما بالتثبيت بترفيع المعنويات بشحذ العزائم كلام ربي واضح وكأنه كنعملوا إسقاط على الواقع نلقى أنه ربي لم يخلف وعده قالوا أنه بش جي ابتلاءات وقال أنه بش جي لحظات شك ولحظات تزلزل الأرض تحت أقدام المؤمنين أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وكأنهم كلهم امتحانات ربي يصطفي منهم شهداء يصطفي منهم الناس اللي عاتي حيتها عاتي مستقبلها عاتي الحمى عاتي فلوسها عاتي دمها في سبيل نصرة هذه الأمة وناس أخرى أترك حكمها لرب العالمين الآية اللي قريتها توفهم آية قبلها قوية برش هذا بياله للناس وهدن وموعب ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين بعد يقول إن يمسسكم قرح هنا الآية اللي تسبق إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني الآية اللي قبلها فيها رفع وشحن للمعنويات من الله عز وجل اللي هو لا يخلف وعده سبحان قال ولا تهنوا مهما صارت الابتلاءات مهما كان القرح الذي مسك مهما رأوا أول حاجة لا نسلط عليك إلا ما تستطيع بإذن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولكن قال ولا تهنوا لأنه نحن سبق في علم الله تعالى أنه نحس بالهوان ولا تحزنوا سبق في علم الله تعالى أنه نحن حزان اليوم ربي سبحانه وتعالى يقولك صراحة نهيا والنهي يفيد التحريم من يرد بالك تهن رد بالك تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون رك أنت في القمة مهما كان رك أنت الأولى رك أنت أقربنا منهم إن كنتم مؤمنين ربي ربطها سبحانه بالإيمان يعني وكأن من حزن ومن هانت عليه فليراجع نفسه فليراجع إيمانه فليراجع إيمانه فالله عز وجل قال صراحة وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعني الدين هذا قايم قايم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها السبب اللي حكينا عليه توخوين حطوا سبوعنا على الداء شكون اللي بشي يشخص السبب أنا ما نجمش أنت ما تنجمش حتى واحد ما ينجب سبق في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستتراجع سبق في علم الله تعالى أن الأمة ستتراجع إلى الوراء والأمة هذه سوف تذل بعد أن كانت في القيادة والريادة ستصبح تتذيل الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحن يوح إيش قال يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة على قصعتها حديث هذا حديث قوي برشرة يوشك أن تداع أمة محمد يخاطب النبي أم الأمة يقولها يوشك أن تتداع عليكم أو أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة على قصعتها فما قصعة مليانة بالماكلة وتجي الناس الكل تهبط عليها هبطة واحدة فقد حتى تاكل منها قدر المستطاع فالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم نراه رأي العين فالأمم الكل على مختلف أفكارها ومناهجها الكل تتداعى على أمة محمد صلى الله وتتكالب على أمة محمد وتفتك منها أرزاقها والكل نعرف الأسباب التي من أجلها تتداعى الأمم على أمة محمد يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا يا رسول الله أوى من قلة نحن يومئذ فكلمة يومئذ تدل على أن الموضوع يتعلق بحالنا وزماننا في المستقبل والصحابة يخاطبون رسول الله قالوا أوى من قلة مش نكونوا شوية وقتها يخي قالوا له نحن شوية حتى هما يهبطوا علينا هبطة واحدة قال لهم لا بل أنتم يومئذ كثير كغثاء السيل وغثاء السيل تصير الفيضانات وتصير رب يرحمنا إن شاء الله تصير الفيضانات وتبدأ تهز في الدنيا لكل كراهب وفريجيدرات والدنيا أوساخ الكل هذا يتسمى سيل ولا عياذ بالله ولكنكم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني ما عندكم لا سلطة ولا قدرة ولا جاه ولا سلطان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوي برش هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وكأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجسد ويسور مئة بالمئة ما نحن فيه ولا نستثني أنفسنا كلنا شيخ سيف الدين الكوكي برشا يتفعله يقول لك شيخ احنا عباد ومن نجموش ما نحسوشه وهذا نقوله فيه حسين الكل وتنهار وتتمسو هني قلت ونترح السؤال متى نصر الله ونقوله سبحان الله والنفس من داخل تقول يا ربي وينك قاعد تقول صحابة صحابة وهم الصحابة يعني صفوة خلق الله تعالى بعد الأنبياء ورسوله تمسو راه عمار بن ياسس سب النبي صلى الله عليه وسلم قاله كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد ذكرتك بسوء ونلت منك يعني سبيتك خذت ركين تحت التعذيب طبعا يعني صحابة هما صحابة فبالتالي رانا ما نشبش نظره رانا الكلنا نضعفه والكلنا لو كان حط رواحنا في نقوله نفسي نفسي واختاني وفك عليه وسيب عليه وأقل ما شاك لأنك بشر ولكن لما تعرف اللي راه الدنيا هذه راه لا تسوى شي قال 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 المرض الأساسي هو حب الدنيا وكرهية الموت وكرهية الموت وبعدنا بعدنا احنا سبع اكتوبر رجعتنا شوي للقضية البوصلة والقضية الفلسطينية شيخي أنا قلتها واللوم روح يقبل للناس معناه مش عادي اليوم أنه أنا مثلا عرفت يحيى السنوار بعد سبع اكتوبر مش عادي الراه تقسير مني أنا ما تقسير من حتى حد معناه لأنه مركزية القضية عادت عادت بعد سبع اكتوبر لعوان ما قبل سبع اكتوبر وتوفين الأقصى والتينا القضية الفلسطينية عايشة معاناهم بارلل لكن تعدى على الأخبار هكا نسمع فما ماتوا في فلسطين ثم مواجهات فما كذي ولكن تعودنا طبعنا مع اللي ساير غاديكا وصارت في وقت ميل قضية معاشة تحركنا برشا إلا ما تصير فجأة كبيرة نرجع نركزه أيامات وبعض ننسيه ثم جاءت وفين الأقصى فصارت البوصلة كلها تقريبا متجهة نحو فلسطين ديوي ديباء نطلع ونهبت ولكن ديما المخ موجه ديما الأخبار نتبعه ديما نشوفه شساير غادي ربي سامحنا الناس الكل بإذناء على تقسيرنا شيخ سيف الدين الكوكي وربي يعطينا القوة باش نتحمل لأنه اللي احنا فيه الابتلال الكبير عايشين فيه إخواتنا في فلسطين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي لبنان كيف كيف وينما كانت المقامة واحنا نعيش ابتلاء أنا نراه في ظلم الصهاينة إلى حد الآن منتصر على أمة محمد وعلى الحق في أقل من ثلاثين ثاني يا أخوي رفيق نعرف الوقت فيه ولكن نعطينا الدين لازم نعطيه الدواء باش منخليه وش الباب كيك ربي سبحانه وتعالى بيّن في أكثر من موضع أن الحل لكل ما يحدث هو الاعتصام بحبل الله تعالى جميعا قال الله جل وعلا نعم قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمة اليوم واللينا نشوفه حتى من بعض المسلمين ومما ينتسبون لأمة محمد وأنا أعلم جيدا أنه فم فروق على مستوى العقائد والأفكار وكذا هذا نتفق فيه وعننا ما نتحدث فيه ولكن وقت الهدوء أما وقت الفزعة وقت الخوية وقت اللي فم يكون قاعد يسجد ويموت ومن بعد نقول أنا مستراح منه فنقول ما زال النصر سوف يتأخر ربي يرحمنا وربي يسامحنا وهذا أصل المشكل شيخ وقت اللي أخوية قاعد يموت أنا أقول مستراح منه منه من غادي الاختلافات عقائدية والاختلافات من عرش قد سعات نعجز على تفسيرها تقول مدين ما رجعنيش رواحنا وفهمنا أنه العدو وذلك واحد متعنا الكيانة الصهيوني قد يتأخر بعض الشيء النصر وقد ربي يستفي جيل آخر للنصر جيل آخر للفوز على هذا الكيانة الصهيوني وتحقيق نصر الأمة شكرا لك شيخ سيفي حاولنا في عشرين دقيقة مش نزل دروحنا شوية المعنوية لك للناس اللي تسمع فينا خطر نتمسوا ونتسائلوا ونعيه وساعات الدمعة تتهبت وساعات اللي نهربوا من الأخبار لأنه رأيه في الهزيمة ورأيه في الهزيمة ولكن يزمنا ساعات كما لكاميرات تبدل لونج اللي تغزر منه يزمك تبدل لونج اللي قاعد تغزر منه للشيء اللي ساير وهذا ما يعاونك فيه إلا كتاب رب العالمين كي تعرف بإذن الله يحيى السنوار نحسبه ونحسبه عند الله شهيدا فهو فائز البارح لم يكن هو وغيره هو وغيره بيأسير اللي ماتوا على أرض المعركة هو فائز وليس منهزما مات مقبلا غير مدبرا هو وغيره من أبناء المقاوة الفلسطينية كي نشوفه في كلام ربي اللي كنت تقول فيه شيخ أنه الابتلاءات موجودة والفتن موجودة واختبارات رب العالمين موجودة ليصطفي ربي من أمته شكون يجعل منه الشهداء وشكون إن شاء الله يرضع عليه ربي سمحنا وربي يرضع علينا وربي قوينا باش نتحملوا ما نحن فيه أمام هاته السور اللي جينا يوميا من فلسطين من غزة ومن لبنان كذلك شيخ سيف الدين الكوكي شكرا لك شيخ ربي بارك فيك ثم سؤال عطايا من عشك أنت حاب تجاوب عليه في ثلاثين ثانيين يقولك الدين شي يقول فالتبرع بالأعضاء ولا تحب نعملوه درجة ثلاثة قايا لا من نجم جاوب وهو المسألة خلافية بين أهل العلم الأصل فيها بداية القدامى قالوا بعدم الجواز ولكن على اعتبار أنه المصلحة والدين قائم على المصلحة ودفع المفزدة مقدم المصلحة إذا كان فما مصلحة يمكن أن تتحقق في ذلك فلا بأس فيها وهي كلها مصلحة طبعا وهذا مجمع الفقه الإسلامي مؤخرا أفتى بجواز ذلك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي